السلام عليكم جئتكم بشهادات عدول أربعة يشهدون معي أن الدجال أمة وليس رجلا كما تظنون الشاهد الأول القرآن الكريم قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ذكر كثير من المفسرين أن المقصود بالناس أي الدجال فهل تطلق كلمة الناس على شخص أم على أمة من الناس الشاهد الثاني الحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله وتقاتلون فارس فيفتحهم الله وتقاتلون الروم فيفتحهم الله وتقاتلون الدجال فيفتحه الله فبالله عليكم هل يفتح الله شخصاً أم أمة أمة العرب وفارس والروم ما لكم لا ترجون وقارى لبلاغة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً لتقاتلون المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأرد أنتم شرقيه وهم غربيه قال الهيثم رواه الطبراني ولفظ وهم غربيه يشير بكل وضوح إلى أن الدجال أمة فالشخص يقال له هو ولا يقال له هم وقال صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال أي أمة أعظم شوكة وأشد فتنة من الدجال ويؤيده حديث المستورد القرشي تقوم الساعة والروم أكثر الناس الشاهد الثالث اللغة العربية في لسان العرب لابن منظور أن من أسباب تسمية الدجال بهذا الإسم لأنه يغطي الأرض بكثرة جمعه والدجال الرفقة العظيمة التي تغطي الأرض بكثرة أهلها وقيلة هي التي تحمل المتاع للتجارة فهذه شهادات لغوية أيضا تثبت أن الدجال جماعة من الناس وليس شخصا ونفس المعنى ورد في قامس المنجد وفي أقرب الموارد الشاهد الرابع علم تأويل الأحاديث فلعلك لا تعلم أخي المشاهد الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال أول ما رآه في رؤية منامية حيث ورد في صحيح البخاري وتحديدا في كتاب الرؤية هذا الحديث بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبت الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قالوا هذا ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن ومعلوم أن سنة الله في الأخبار المستقبلية أن تكون على صورة المجاز والاستعارة ولا تحمل على ظاهرها ألم يخبر الله تعالى نبيه بالهجرة إلى بلد كثيرة النخل مثل اليمامة أو هجر فإذا بتأويل النبأ تكون الهجرة للمدينة المنورة ألم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل يمسك بقطف من عنب في الجنة فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما لأبي جهل وللجنة فإذا بتأويل النبأ يتحقق بإسلام ولده عكرمة فكذلك رؤية الدجال تؤول على عدو متقدم في النواحي المادية أعمى من الناحية الرحانية وتلك حرفيا هي أمة الدجال هؤلاء شهود الأربعة يشهدون أن الدجال أمة وليس شخصا فليرني أحدكم شهوده للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على العنوان التالي ترجمة نانسي قنقر